تزوج شاب من فتاة ليست على قدر كبير من الجمال ولكنها تمتلك قلبا سريما وحبا كبيرا لزوجها فكانت تحاول دائما إرضاءه بالتزيون له ولكن في كل مرة تحاول فيها إسعاده وإرضاءه والظهور أمامه بشكل جميل كان يقابلها بالإعراض وبكسر خاطرها بل وفي أحد المرات أخذها بالقوة ليغسل لها وجهها وجعلها تنظر في المرآة لترى مستوى جمالها فبكت الزوجة من الحزن والأسى ونامت في تلك الليلة مكسورة الخاطر وفي الصباح كان الزوج على موعد لمعرفة نتيجة تقدمه لوظيفة مميزة كان على ثقة كبيرة بالحصول عليها لثقافته وخوضه الاختبار بتركيز وعندما أعلن المسؤول نتيجة الاختبار فوجئ الزوج بعدم نجاحه فحزن حزنا شديدا لدرجة البكاء فاستمع لأحد الناجحين يقول لصديق له لو يوافق المسؤولون على أن أتنازل عن الوظيفة لهذا الشاب الباكي لفعلت الآن وكل ثقة بأن الله سيعوضني فمن يجبر خاطر إنسان يجبر الله خاطره في هذه اللحظة تذكر الزوج أنه دائما ما كان يكسر بخاطر زوجته فندم كثيرا وعلم أن أعظم شيء في الدنيا هو جبر الخواطر ومن يومها وهو يتعامل مع زوجته بكل ود ومحبة وحصل على وظيفة ما كان يحلم بها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله محب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين